العملية الإدارية لوظيفة الانتاج فيما يلي شرح لكيفية وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم ورقابة على وظيفة الانتاج أولا تخطيط الانتاج يندرج تحت وظيفة تخطيط الانتاج الكثير من المهام منها ما يلي توزيع خطة الانتاج السنوية على شهور السنة من أجل تحقيق التوازن في الانتاج اثنين اعداد جدول أو جداول الانتاج التي تتضمن الكميات التي سيتم انتاجها من كل من السلع في أوقات محددة تخطيط أوامر الانتاج ووضع جداول تحميل لآلات مراعاة الطاقة الانتاجية لها وتخفيض تكاليف التحميل لأقل حد ممكن تحديد الكميات من المواد الخام والأجزاء المصنعة وغير ذلك من مستلزمات الانتاج المطلوبة لمقابلة برامج السابق اعدادها المصنع التنسيق بين خطط الانتاج وخطط التسويق خاصة فيما يتعلق موعد التسليم للعملاء تدريب الاحتياجات من الآلات والعمالة في الوقت المطلوب توفرها فيه وبالقدر الذي يتناسب مع خطط الانتاج اعداد النماذج القياسية والتصميمات دراسة الزمن والحركة هذا ويمكن الاعتماد على بعض الطرق الكمية في مجالات معينة من مجالات تخطيط الانتاج ومن هذه الطرق البرمج الخطية ونماذج صفوف الانتظار والمسار الحرج وفيما يلي عرضه لأسلوب البرمج الخطية مع توضيح كيفية تطبيقه في مجال تخطيط الانتاج البرمج الخطية يطلق اصطلاح البرمج الخطية على عدد من الأساليب الرياضية التي يمكن أن ترشد المديرين في اتخاذ القرارات وتستخدم هذه الأساليب في المواقف التي تتطلب توزيع عدد وكميات محدودة من الموالد على استخدامات متعددة بطرق مثلها ففي إدارة الانتاج على سبيل المثال يمكن أن نستخدم هذه الأساليب في القرارات المتعلقة بالمشاكل التالية ألف تحديد الكميات المنتجة من السلعة كاف في خط منتجات معين في ضوء الامكانات المتاحة المنشأة بحيث يمكن تحقيق أقصى عائد ممكن با تحديد مسار أو مسارات نقل السلعة والمواد الخام أو السلعة نصف مصنعة من مواقع معينة مثلا المخازن إلى أماكن أخرى مثل المصانع باستخدام إمكانيات النقل المتاحة المنشأة وبأقل تكلفة ممكنة جيم تحديد الكيفية التي يتم بها توزيع الأعمال أو المهام على الآلات المتاحة بحيث يمكن تخفيض تكاليف التشغيل أو وقت التشغيل إلى أقل حد ممكن إن هذه المشاكل وإن اختلفت في نوعيتها تتفق في خاصيتين هما واحد أن استخدام البرمجة الخطية في حل هذه المشاكل يهدف إما إلى تعظيم أو تدنية كمية معينة من الأرباح أو التكلفة أو الوقت ثنين أن هناك قيودا أو محددات على تحقيق الهدف كإمكانيات النقل المتاحة في فترة زمنية معينة من نسبة لمشكلة النقل ولكي تستخدم البرمجة الخطية في حل مشكلة معينة يجب أن تتوافر الشروط التالية الشرط الأول هو التناسبية وتعني أن الكميات المستخدمة من مورد معين كالعمال تتناسب تناسبا طرديا مع مستوى النشاط أو عدد الأحدات المنتجة مثلا باء اللاسلبية وتعني أن مستويات النشاط يجب أن لا تكون سلبية ويعد هذا الشرط منطقيا فمثلا لا يتصور أن نقوم بتشطيب عدد سلبي من الوحدات من السلعة وبالطبع فإنه يسمح بأي عدد إيجابي من مستويات النشاط جيم الإضافة وتعني أن الكمية الكلية المستخدمة من مورد المتاح أو المورد المتاح يمكن الحصول عليها بإضافة الكميات المستخدمة في كل نشاط من الأنشطة وتستخدم البرمجة الخطية في حل أي مشكلة إدارية إذا ما احتوت على عنصرين أساسيين العنصر الأول هو هدف يسعى المدير إلى تحقيقه ويمكن أن يعبر عنه بدالة الهدف العنصر الآخر هو محددات أو قيود على تحقيق الهدف وحتى يمكن الوصول إلى بديل أو قرار لحل مشكلة ما بطريقة البرمجة الخطية يمكن ذلك من خلال عدة طرق هي ألف طريقة الرسم البياني با طريقة السيمبليكس جيم طريقة النقل دال طريقة التخصيص ترجمة نانسي قنقر